بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين سينكسار اليوم الثامن عشر من شهر بشنس المبارك تذكار عيد العنصرة نياحة القديس جورجي رفيق القديس أبرام تعيد الكنيسة في هذا اليوم بتذكار حلول الروح القدس على التلاميذ الأطهار في علية صهيون بأورو شليم فبينما كان الجميع معا بنفس واحدة صار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالثين وظهرت لهم ألسنة من نار واستقرت على كل واحد منهم وامتلأ الجميع من الروح القدس بركة هذا العيد المقدس فلتكم معنا آمين وفيه أيضا من سنة ستمائة وثلاثة وتسعين ميلادية تنيح القديس جورجي رفيق القديس أبرام ولد من أبوين مسيحيين قديسين وكان يرعى غنم أبيه أحب حياة التأمل وكان يصوم طوال اليوم ويوزع طعامه على الرعاة وكان الله يعضضه وينميه في الفضيلة اشتاق للرهبنة فترك الغنم وهو في الرابعة عشرة من عمره وقصد برية القديس مكريوس وفي الطريق رأى عمود نور يرشده ففرح وتعز ثم اختفى النور ليظهر له إنسان عجوز يقول له لقد عبرت إحدى المدن فوجدت رجلا مشقوق الثياب ينوح ويبكي بشدة ويصرخ بصوت عظيم قائلة إن الأسد قد افترس ابني وهو يرعى الغنم وأغلب الظن أنه أبوك فعليك أن ترجع وتطيب قلبه لأنه مكتوب أكرم أباك وأمك ثم تعود إلى البرية أجاب الشاب قائلة مكتوب من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني وللحال تحول ذلك الشيخ إلى دخان واختفى فعرف جورجي أنها خدعة شيطانية فقدم الشكر لله عند إذن ظهر له الملاك غابريال على شكل صبي صغير حسن الصورة وبهي الملبس رافقه في الطريق حتى بلغ جبل الأنبى أوريون بقرب شيهيت تتلماذ على يدي راهب قديس مدة عشر سنوات لم يذق فيها طعاما مطبوخا أو فاكهة وكان يقيم الليل كله في الصلاة والهديذ في الكتب حتى حفظ أربعة عشر سفر من أسفار الكتاب المقدس ولكثرة جهاداته استحق أن تآنسه قوة ملائكية تعزيه وتشجعه وحدث أنه اشتاق إلى التوحد المطلق أو السياحة فدخل إلى البرية الداخلية فظهر له اثنان من القديسين وقالا له إن هذه ليست إرادة الرب بالنسبة لك فرجع إلى موضعه وبتدبير من الله أتى إلى جبل أوريون القديس الأنبى أبرام حيث التقى بالقديس جورجي تحدث معا بعجائب الله وشعرى باتفاق روحي في حياتهما واشتياقاتهما فرأيا أن يعيش معا يسند أحدهما الآخر ذهبا إلى الكنيسة للصلاة وبقيا قوال الليل يطلبان مشورة الله بالنسبة لقرارهما فقيل أن القديس يوحن المعمدان ظهر لهما وظلب منهما أن يعيشا معا في إسقيط مكريوس ترك الأنبى جورجي جبل أوريون بعد أن نال بركة الآباء وانطلق إلى الإسقيط وكان قد سبقه الأنبى أبرام ليعد له مكانة وهناك عرفه الأنبى أبرام بمعلمه القديس الأنبى يؤنس قم صبرية شهيت وسكنا معا في قلاية بيجيج بجوار قلاية الأنبى يؤنس وقد ظلت هذه القلاية من معالم الدير حتى القرن الرابع عشر حيث زارها البابا بن يامين الثاني البطريارك الثاني والثمانون الذي جلس على الكرسي المرقصي من سنة 1327 إلى 1339 ميلادية عاشا معا بروح الصداقة القائمة على الحب يشجعان بعضهما البعض حتى مرض الأنبى أبرام وبقي مدة ثمانية عشرة سنة يعاني من قسوة الألم وكان القديس جورجي يخدمه ويصل من أجله ويقرأ له الكتب المقدسة حتى تنيح وبعدها بأقل من خمسة أشهر رقد أخوه القديس جورجي بعد أن بلغ من العمر إثنتين وسبعين سنة ودفن مع أخيه الحميم الأنبى أبرام بركة صلوات القديس جورجي فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبدية آمين دفنار اليوم الثامن عشر من شهر بشنس المبارك نياحة أمبى جورجي رفيق أمبى أبرام أبتدئ أنا غير المستحق أن أقص كرامة أبوين القديسين أمبى أبرام وأبينا جورجي الرجلين الكاملين في الفضائل لأنهما ارتفعا على البشرية وصارا مشابهين للملائكة أبونا أبرام جاء إلى شيهيت إلى جبل أبينا القديس أبي مقار فوجد واحدا اسمه جاورجي خائفا من الرب يريد الخلاص فتصادق معه بالروح بمحبة يسوع المسيح وملاك الرب كان يتعاهدهما في كل موضع ويعزيهما السلام لأنبى أبرام وأنبى جورجي لأنهما صارا في شيهيت مثل المصابيح ولما أكملا سعيهما أراد الرب أن ينيحهما فمرض أبونا أنبى جورجي وأسلم الروح بيد الرب ومغارتهما باقية إلى اليوم في القلية المسمات بيجيج وأما قبرهما فموجود إلى اليوم خلف القلية المعروفة بالبطرك بصلواتهما يا رب أنعم لنا بغفران خطايانا أقبل إلى جبل شيهيت أبونا أنبى أبرام فاجتمع بأبينا جورجي رجل الله بالحقيقة فأتى به إلى مغارته وسارا بتعب ونسكيات عظيمة وتفوقا على كثيرين ونحن سمعنا في العتيقة أن الله ظهر لإبراهيم وأعطاه الوعد وبارك على زرعه وقد سمعنا في زماننا هذا في الحديثة أن الله ظهر لأبرام وأبينا جورجي وأعطاهما ملكوت السماوات والعهد الجديد الذي هو جسده ودمه وصعد إلى السماوات موضع وعدهم لكي يتنيحوا مع القديسين في كرة الصديقين السلام لأبينا أبرام والقديس جورجي لأنهما استحقا هذه الرؤية من قبل يسوع المسيح السلام لأبوين القديسين أنبى أبرام وأنبى جورجي لأنهما صارا مثل كواكب منيرة على الأرض أي لسان لحمي يقدر أن ينطق بكرامتهما لأنهما استحقا أن ينظراء الرب وباركا على ثنيهما وأكملا سعيهما بأتعاب وآلام ونسك عظيم في العبادة أما القديس أنبى جورجي فمرض أياما قلائل ولما أراد مخلصنا أن يخرجه من هذا العمر أسلم روحه بيد يسوع المسيح وتنيح مع القديسين في كرة الأحياء أطلب من الرب عنه يا أبوين القديسين الناس كين أنبى أبرام وجورجي لإيجاد